الخمتاحة هو ظهر في أوائل القرن العشرين في أمريكا ثم في بريطانيا ومنها انتشرت في بقية البلدان الأوروبية وقد ظهرت سنة 1904 شركات مختصة في تشغيل النساء في قطاع الرقن على الدكتيلو ثم وجدت مؤسسة أخرى مختصة في تكوين عملة الميكانيك وقد ازدهر نشاطها خلال الحرب العالمية الثانية على مستوى مثلا المغرب والمشرع المغربي يعني ظهر في الفصل 465 مدونة الشغل الجديدة الصادرة سنة 2004 ثم في فرنسا سنة 2005 ولأول مرة تم تنظيم هذا القطاع بفصول على غرار فصل 124 وما بعدها من مجالة الشغل وتم الاعتراف بهذه الظاهرة وتنظيمها بصفة دقيقة تحترم حقوق الإنسان وتحصر مجال تدخل زادة هذه المقاولات ومقاولات اليد العاملة اليوم زادة في ألمانيا ظهرت هذه وتم تحديد حدد المشرع أيضا توظيف اليد العاملة وتم حصر انتداب اليد العاملة للقيام بأعمال وقتية تفريضها حاجة الشركة المستفيدة لزيادة طارئة مثلا في حجم العمل تفريضها حاجة الشركة المستفيدة لزيادة طارئة مثلا في حجم العمل